وهو حواليه أساطير وقصص كتيرة جداً يعني مثلاً من حاجات اللي سمعتنا هما لما جم يفتحوا السرداب لقوا أثار السحر أسود بالنسبة لأصر البرون دايماً لما حد بيقول كلمة أصر البرون بيحس أن فيه غموض كده معين ودايماً بنسمع قصص كتيرة جداً على الأصر ده أنت لما دخلت يشوفت إيه أو مثلاً أغرب القصص اللي سمعت فيها اللي دحك في الموضوع أن أنا يا صحابيك ونخايفين يجوا معي أصر البرون وما دخلت ولاقيته أصر عادي حلوة قوي وعبارة عن تحفة فنية البرون يمبين أصلاً كان مغرم بمصر هو كان في 1904 كان جي من الهند علشان يتم أحد مشاريعه في السكة الحديد مشروع سكة حديد يوصل بين المنصورة المطارية بعد كده اشترى أرض في 1905 هو وشريكه في 1906 بدأ يبني مدينة هليوبلس اللي هي تعني مدينة الشمس وكان هو هدفه أنها تكون مدينة للترفيه وفي 1907 بدأ يبني أصر البرون وانتهى من البونة بتاعه في 1911 من بره هتلاقي التفاصيل المعمرية بتاعته بتاخذة من المعابد الهندوسية وفيه تمثيل مثلاً تمثيل لديفيد وتمثيل تانية كتير من جوا بقى التصميم بتاعه طحفة عبارة عن أرت داكو وفيه بعض التفاصيل الإسلامية البسيطة زي عند الشبابيك